قضية الأولى أم تيتي ولا دي لخت أنا شوي دايما متعصب للناس الخبرة أو للناس اللي أعطوا هاي طبعي فبالتالي لو جواب جواب سريح أقول أم تيتي بس بدي أفكر شوي أكثر معنا ببعض بالعمر المشكلة الرئيسية اللي بتخلي إدارة برشلونة تتشجع أدول أم تيتي شكرا بنا نجيب دي لخت مدالك مستوى الإنجلي ليش لأنه لو فشل دي لخت أوكي منكمل بهذا الدفاع الموسم هذا اللي هو دفاع قوي وصلنا نصف نهائي دورة أبطال حاس منا دوري وعلى أغلب وبنسبة كبيرة هو أقرب لمطولة الكأس وبالتالي لو دي لخت ما نزبط معنا الموسم الأول مش حنكون متوترين بدنا نبيعه لأ عنا موسم ثاني من نقدر نشتر عليه نزبط أموره هذا اللي حصل مثلا هذا الموسم مع ديمبلي إنه والله الموسم أول الموسم الثاني تبتر بس شوي شوي اللاعب صار يعتبر صفقة مقبولة حتى الآن فهذا التفكير لبرشلونة هذا اللي بساعد إدارة برشلونة تكون موقف قوي بين هلأ أم تيتي شكرا ما بعرف شو هي حالة إصابة أم تيتي أو الكلام اللي بست معه بعض الأحيان إنه رافض يتعالج لأنه مش قادر أقتنع لأنه فيه لاعب بتقوله أنت مصاب ولازم مثلا تعمل عملية بس بتغيب ثلاثة شهر وبعدها والله بترجع لعيب طبيعي برفض يعني ما فيه منطق إنه يرفض إلا إذا فيه ممكن أراء طبية متضاربة بشأن هاي الإصابة أو بشأن طريقة العلاج فقط لكن هذا اللي بسجأ إدارة برشلونة وبالتالي بدي عندك دي لغت واحد من أهم اللاعبين اللي صاعدين في كورة القدم أصغر من أم تيتي سعره إيش حيكون رخيص سعره حيكون ثمانين مليون على أغلب بعد هالتنافس الكبير بس بظل تسأل إنت لو نحكي عن خمس سنوات لو نادم يخطط لخمس سنوات لقدام هل منطقة تبيع اللاعب اللي ضامنه أو الخبرة أو 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 مقابل لاعب ممكن والله ما يزبط ما هو كوتينيو ما زبط ما هو أكثر من لاعب ما زبط هنا هاي المخاطرة هاي هي اللي بتخلي القرار صح أو لا فبالتالي نظرية برشلونة عنده منطق المخاطرة الأقل مخاطرة لا أخلي أم تيتي ولو أنا كنت موجود صراحة بخلي أم تيتي بس خلين أحكي هاي وجد نظر إذاك برشلونة إنه مش هنخسر كثير لو ما زبطني لغتب الموسم الأول لأنه عندنا ثاني أنا الإنجلي بلعب كوي